سؤالي الأول يعني أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي قال بالحرف الواحد كل الدلائل لدينا تشير إلى أن الساروخ الذي أصاب هضبت الجولان أطلقه حزب الله حتى لم يقل أطلق من لبنان قال أطلقه حزب الله ما هي هذه الدلائل أعلم بالتأكيد أن الولايات المتحدة تراكب الصواريخ بالأكمار الصناعية وأظن وبالفعل هي تراكب حركة الصواريخ في المناطق التي تشهد سراعات إذن يتضح بجلال أنهم تابعوا حركة الصواريخ بناء على التحقيقات وأن يبدو أنهم كانوا متأكدين من إطلاق الصاروخ من حزب الله وربما إذا ما كان فعل ذلك لبنان أو إذا ما فعله طرف وهو حزب الله إذن هذا الصاروخ أطلق من حزب الله ولكن وكما تعلم مع آلاف آلاف الصواريخ التي تطلق والتي تشهدها هذه المنطقة أظن أنه قد يصعب ولكنهم متأكدين هل تعتقد يا دكتور لورنس أنه أمر سيفيد سمعة نزاهة القارار الأمريكي عدم نشر هذه الصور للأقمار الاصطناعية عدم إظهار هذه الدلائل بالمناسبة كما حاول من قبل كولين فاول في العراق في جلسة شهيرة في مجلس الأمن نعم هناك حالة من المقايدة هنا بين قدرة الولايات المتحدة على جمع هذه الدلائل لأنها لم تبوح ولم تفصح عن هذه الدلائل والمسؤولية التي تقع على عاطق الولايات المتحدة في حركة التصعيد هذه وتقييمات للموقف ودورة ديبلوماسية قدما في مثل هذه المواقف إذن المعلومات يمكن تصنيف على أنها معلومات سرية ولكن ماذا يمكن على مدار هذا الأسبوع يمكن أن تكون هناك تحقيقات إسرائيلية ولكن لن تكون تحقيقات مستقلة ولكن هذا بالفعل يمكن أن يجعل الولايات المتحدة أن تنشر شيئا على مدار هذا الأسبوع وإذا ما كانت تقييمات الأكمار الصناعية أو حتى تقييمات البشرية يعلمون بالتأكيد أو شيء داخلي أو مصدر مطلع داخلي أخبرهم بأن الصاروخ أطلق من حزب الله طيب دعنا أنا وأنت ومن يتابعنا الآن أن نفترض أن هذه المعلومات سرية للغاية ولا يجب بثها أو خروجها للعلن إنما ما هو معلن يا دكتور لورنس أن الأمم المتحدة أكثر من 190 دولة تعترف بأن قرية مجد الشمس هي جزء من أراضي الجولان أو هضبة الجولان وهضبة الجولان العالم يقر بأنها أرض سورية محتلة هكذا تصنف في الأمم المتحدة الضحايا عرب والاتهام للحليف حزب الله حليف سوريا لماذا على إسرائيل أن ترد؟ في البداية أود أن أقول أنا الشخص الأخير الذي يمكن أن يقول أي شيئا عن الأراضي المحتلة أو احتلال إسرائيل إلى هضبة الجولان لأننا نتطلع إلى رؤية إلى هضبة الجولان لم أعلم تاريخها ولا أعلم تاريخها وأود أن أقول أن أضطروا إلى مقاطعة هضبة الجولان احتلت في حرب 67 كل هضبة الجولان حينها مع سيناء لو تتذكر يعني في حرب 67 تم احتلال هذه الأرض وهي مصنفة في الأمم المتحدة أرض محتلة سوريا عربي أرض سوريا عربية احتلتها إسرائيل هكذا يعترف بها العالم لماذا على إسرائيل أن ترد إذن؟ وهذا هو سبب وراء أنني يمكنني أن أقول ليس لدي أي معلومة مفيدة بشأن الاحتلال بشأن عام 1967 وبشأن إدارة هضبة الجولان ليس لدي أي معلومة تاريخية وليس لدي أي شيء حتى فيما يتعلق بترامب وإعترافي أو ما إلى ذلك ولكن فيما يتعلق بالفهم العام لموقف الحلفاء وكذلك الموقف في هذه المنطقة هذا الشيء لا أفهمه جيدا وكما قلت أنه خاص بالإدارة الأمريكية وهو خاص بمجموعة من متخزي القرار في أمريكا ولكن التاريخ ربما ليس مفهوما بالنسبة لي على سبيل المثال حقيقة أن مواطني هذه المنطقة لا يعترفون بزولة إسرائيل أو على سبيل المثال لا يعترفون بوجود اليهود أو ما إلى ذلك إذن هناك تباين في الأراء وهناك تباين حتى في وجهة النظر وعلى نفس القول يكون الموقف في إسرائيل ولكن أنا أؤكد بحزمة أن إسرائيل بالفعل إذا ما رغبت إسرائيل في شن حرب أو ما إلى ذلك فالأمر لن يتوقف على مثل هذه الهجمة ولكن هذا الصاروخ ربما قد يؤدي إلى تصعيد حرب هذا يمكن أن يحدث لأسباب أخرى وسيناريوهات أخرى يمكن مناقشاتها بشأن موقف إسرائيل والآن اسمح لي أن أضيف أن بعض التقارير في إسرائيل تقول أن هناك ضوء أخضر من جانب الولايات المتحدة ولكن هناك حالة من التحذيرات بشأن موقف التصعيد في هذه المنطقة اسمح لي على سؤالي القادم دكتور لورنس سمحني عليه وأرجو أن تكون الإجابة قصيرة للغاية لأنني لدي سؤال ربما أهم هل تعتقد حضرتك أن الإدارة في البيت الأبيض تعرف أن الجولان أرض سورية محتلة تحتلها إسرائيل أم أن البيت الأبيض يسير وراء إسرائيل أينما صارت الطريقة التي تتعامل بها إدارة بايدن مع كل إجراءات وكل هذه الملفات في الكدسة وهضبط الجولان والصحراء الكبرى وما إلى ذلك بالفعل هو إدارة ليس من قبل طرف واحد ولكن الأمور تتم من قبل اعترافات الأمم المتحدة وأظن أن منهجية إدارة بايدن هي أنها تتبع إدارة الأمم المتحدة والأمر لا يتعلق بموقف بايدن بالاعتراف باحتلال هضبة الجولان أو ما إلى ذلك الموقف تقرره الأمم المتحدة ولكن أنا شخصيا أعلم أن هضبة الجولان هي جزء من سوريا سواء إذا ما كان هناك حركة مفاوضات الآن أو حركة مفاوضات مستقبلا لا أعلم ولكن ليس أي من الطرفين يرغب في المفاوضات بشأن الموقف المستقبلي له هضبة الجولان إذن هناك هذه منطقة تعتبر مسرحا للصراع في أطراف عديدة ولكن أظن أن شهية الحرب ليست موجودة هذا هو سؤال الأخير لك دكتور لورنس نحن في العالم العربي نتابع إعلامكم بكثافة واهتمام ربما لأن الولايات المتحدة والغرب يعني قوى عظمى ربما لا أدري إنما في إعلامنا العربي نقول إن إسرائيل باتت تجر واشنطن إلى المجهول إن إسرائيل بدأت تجعل الولايات المتحدة تخسر كثيرا تخسر حلفاء الأوروبيين اليوم ستة عشر ألف طفل في غزة أعلن أنهم ماتوا في هذه العمليات ستة عشر ألف طفل والولايات المتحدة تخسر كثيرا في يعني الانسياع وراء أوامر إسرائيل نحن في العالم العربي نقول إن إسرائيل تحرك الإدارة الأمريكية أريد منك تعقيبا أتفق معك تماما ومع جماهيرك ومشاهديك بالنسبة 100% ولكن الولايات المتحدة لم تفعل كل ما كان عليها أن تفعله وحتى بلينكين نفسي وعندما بايدن يقول أن هذا قد يؤدي إلى حرب شاملة وحتى أن كمالة هارس قالت أن علينا أن نضع حدا لهذا العنف أظن أنها كانت أمينة هناك مشكلة في الأخلاقيات وهناك مشكلة في الزواجية المعايير بالنسبة 100% أؤكد كلامك ولكنها مسألة سياسية كما تضمن السؤال كالإجابة نفسها ولكن علينا أن نضع إسرائيل ونمارس عليها الضغط الوقف هذا العنف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر